أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام السوري سيطرت على ثمانية قرى في ريف إدلب كما رصد وصول قوات النظام والمسلحين الموالين لها إلى طريق الدولي حلب دمشق وباتت على بعد مئات الأمتار فقط عن مدينة معارة النعمان الاستراتيجية ثاني أكبر مدن محافظة إدلب وأحكمت قوات النظام سيطرتها ناريا على المدينة من الجهة الشمالية وشرقية بعد أن تمكنت من السيطرة على بلدة معرشورين عقب معارك عنيفة مع الفصائل المقاتلة